تفقدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سنبل بمحافظة أسوان وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة لقصر الثقافة هشام عطوى وبحضور ممثلي الشركة المنفدة وأكدت وزيرة الثقافة أن مشروع قصر ثقافة أبو سنبل يمثل أحد نماذج المحاور الاستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع مشيرة إلى تواصل خطط تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة أبناء الوطن